اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين صباح الفل عليكم النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا الناس كلها دلوقتي منشغلة في موضوع الحرب الروسية الاوكرانية ونسيين الطرف التالي من الصراع اللي موجود في العالم حاليا واخبار الصين وتايوان والتوقعات بين الصين هتعمل زي روسيا بالزبط زي ما عملت في اوكرانيا هل الكلام ده صح ولا لأ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال التوقعات وايضا من خلال الاخبار ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة لو انتم جدا معنا وتفعلوا الجرس عشان توصلكم اشعارات الفيديوهات ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير طيب التوقعات اللي انا هتكلم عنها مصدرها من قناة السيد او المنادي الروحاني ابو عالي الشايباني من على قناة ضروب الرجاء وايضا نزلت يوم تلاتين اتناشر تقريبا او واحد تلاتين اتناشر الفين واحد وعشرين يعني على الليلة رأس السنة وكانت حلقة كبيرة جدا حوالي ساعة ونص اتكلم فيها عن توقعات للدول العربية واللعالم وهاكذا المهم اللي همنا في الحلقة دي او في الفيديو ده التوقعات اللي قالها عن الصين وتايوان وفي اخر الفيديو هفكركم برضو وقال ايه على موضوع روسيا واوكرانيا وتهديد لدولة اسلامية بالحرب او بالضرب في خلال هذه الحرب خلينا دلوقتي في الصين كان قايل ابو عالي الشايباني ان الصين هتهجم على تايوان فتأخذها وينشب خلاف مرعب تهجم الصين على تايوان فتأخذها وينشب خلاف مرعب وقرى الطائرات قد قصفت العاصمة الصينية بالطائرات التيوانية الامريكية وايضا انحصار اقتصادها الى مستوى غير طبيعي في البتكاين سينخفض وتندسر واياك وانت تتعاملوا بها لان برضو في كتير من الصينيين بيستخدموها يبقى موضوع الصين ده واضح جدا اني شايف فيه هجوم على تايوان وشايف طائرات لتقصف العاصمة الصينية بكين والطائرات دي تايوانية امريكية طب لا هيحصل ولا لا طبعا العلم عند الله وحده لان فيش حد يقدر يعرف الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى لكن انا بنقول لكم التوقعات زي ما هي بدون تزويد اي حرف من عندنا احنا كقناة او من غير ما ان احنا نهول الموضوع انا بنقول لكم الحاجة زي ما هي ولكم التعليق في الموضوع وانا مؤمنة زي زيكم بانه لا يعلم الغيب الا الله ولكن دي مجرد توقعات او رسائل بتوصل للناس دي بنحب ان احنا ننقلها لكم صدقوا صدقوا ما صدقوش دي حاجة تركع لهم المهم خلنا شوف الاخبار اللي بتتكلم على الموضوع ده من حوالي اربعة ايام على صحيفة الييرو نيوز جاء خبر بيتكلم عن ابحار مدمرة امريكية في مضيق تايوان والصين تعتبره عمل استفزازي ده من ضمن الكلام بيقول ان ابحارة سفينة حربية امريكية في مضيق تايوان الحساس في اطار ما يسمي الجيش الامريكي نشاط اعتيادي لكن الصين بتصفوا بانه استفزازي وقال الاسطول السابع الامريكي ان المدمرة اسمها رالف جونسون وهي مدمرة من طراز ارلي بيرك التي تحمل صواريخ موجهة ابحارة عبر المياهة الدولية بسرعة يدية لكن الموضوع الصين شايفاء انتو بتهددونا يعني ان انتو معاكم اسلحة وليه موجودين في تايوان ففي الكلام فيه ورضو استفزاز للصين والمشكلة في الموضوع ان ساعة الهجوم اللي حصل بتاع روسيا على اوكران يوم الخميس اللي فاتت كان فيه خبر نازل على جريدة اسمها جريدة الشروق بتتكلم عن وكالة رويترز نقلت عن وكالة رويترز البريطانية وطبعا دي وكالة كبيرة جدا في الاخبار قالت ان المقاتلات الصينية في سماء تايوان المشهد الذي ارعب العلم وبيقولوا ان نقلت وكالة رويترز البريطانية عن وزارة الدفاع التايوانية ان القوات الجوية في تايوان تصارع مرة اخرى اليوم الخميس لابعاة تسع طيارات صينية دخلت منطقة الدفاع الجو لتايوان في نفس اليوم اللي غزت فيه روسيا اوكرانيا في ازمة يراقبها العالم كأنها رسالة تحذيرية انا ممكن برضو انقدع عليكم زي ما روسيا انقدت على اوكرانيا وقالت وزارة الدفاع التايوانية ان المهمة الصينية الاخيرة في تايوان شملت 8 مقاتلات صينية من تراز جي سكستين وطيارة استطلاع واي ايت حلقت فوق منطقة تقع شمال شرق جزر براتاس اللي بتسيطر عليها تايوان في الطرف العلوي لبحر الصين الجنوبي واوضحت وزارة الدفاع في بيان رسمي نقلات رويترز انها ارسلت مقاتلات تايوانية لتحذير الطائرات الصينية ونشرت صواريخ دفاع جوي لمرأبة الانشطة العسكرية في مجالها الجوي وعدت المتشتكي تايوان التي تدعي الصين انها اراضيها من توغلات للقوات الجوية الصينية الى مجالها الجوي على مدار السنتين اللي فاتوا على الرغم ان الطائرات لا تقترب من تايوان نفسها ولكن على الحدود بتاع تايوان نفسها وكان عدد الطائرات المشاركة في التوغل الاخير للطائرات الصينية في تايوان في 23 يناير الماضي حوالي 39 طيارة ومنذ ذلك الحين كانت المهمات الصينية الجوية متقطعة مع عدد اقل بكثير من الطائرات وبتراقب تايوان بحذر الازمة الاوكرانية متوترة من ان الصين قد تحاول استغلالها للتحرك في الجزيرة في حين انها لم تبلغ او تبلغ عن اي تحركات غير عادية من قبل الكوات الصينية ونازل تقارير تانية بان العالم في حال التأهب وان الصين هل هتدخل تايوان بعد الحرب الروسية في اوكرانيا ده نازل على موقع اسمه البوابة البوابة نيوز بيقولوا ان العالم في حال التأهب من نشوب حرب عالمية ثلثة خاصة بعد دخول قوات روسيا الاوكرانيا وضرب عدة مناطق فيها واعلان الحرب عليها وازدادت حالة الرعب بعد تصاعد ازمة اخرى بين الصين وتيوان حيث ترغب الصين في دخول تايوان والسيطرة عليها كما فعلت روسيا تجاه اوكرانيا وبرزت الازمة الموجودة بينهم من حوالي اشهر طويلة على السطح بعد ازمة اوكرانيا نظرا لتوقع الخبراء باستغلال الصين للوضع العالمي لدخول تايوان وبيؤكد الخبراء حول العالم ان فيه تشابه كبير بين الازمتين فتايوان واوكرانيا دموقراطيتان صديقتان للغرب يمكن ان ينقلب وضعها الراهن من قبل الانظمة القوية زي الصين وروسيا في حالة تايوان بيسعى الحزب الشيوية الصيني الى اعادة التوحيد ففي نهاية المطاف مع الجزيرة التي يدعي انها اقليمه على الرغم انه لم يحكمها قط ولم يستبعد القيام بذلك بالقوة يعني هم بيقولوا ان الجزيرة دي تبعهم لكن عمرهم محكموا لكن بيقولوا انها من اراضيهم فالموضوع لغاية دلوقتي من الواضح من التقارير الاخبارية والانباء الصين مستنية تشوف اللي هيحصل في موضوع عزمة روسيا واوكرانيا ولو روسيا نكحت في السيطرة على اوكرانيا وقدرت تتغلب على العقوبات اللي اتفرضت عليها من قبل الاتحاد الاوروبي وامريكا ساعتها الصين اعتقد انها تدرب ضربتها برضو في تايوان فربنا يسطر ودي كانت توقعات ابو علي الشايبان اما عن روسيا واوكرانيا فانا تلمنا عبل كده عن توقعاته لها ولكن برضو حب ان انا اقول لكم وافكركم كان قايل ايه كان قايل ان روسيا ستهاجم اوكرانيا مهما كان الامر وكلام ده قبل ما يحصل الهجوم يعني احنا الهجوم لسه حصل حوالي اسبوع اللي فات لكن ابو علي الشايبان يتكلم عن الموضوع ده يعني في لترقص السنة يعني قبلها بحوالي شهر ونص شهرين تقريبا قال روسيا ستهاجم اوكرانيا مهما كان الامر وسيقتل الرئيس الاوكراني وبعدها سيموت الرئيس الروسي اه ده توقع غريب برضو في الموضوع وقال كمان في توقعاته ان السم سوف يتم تمريره لبطن فينجو او يموت وبعدها تتفكك روسيا وسيكون في روسيا العديد من العواصف الناس او المظاهرات وسطرون انفجار عظيم في موسكو مرعب لا يستطيع احد ان يرده واحتراك ايضا الكنائس داخل روسيا وقال اصلا عمتا موضوع ظاهرة احتراك الكنائس هنلاقيه في العالم كله كظاهرة مرعبة مش بس في روسيا اه كمان اما عن الخطر اللي اتكلم عنه كدولة اسلامية هتتعرض ليه بسبب الحرب دي اتكلم عن ايران وقال كده ان خايف ان لو حصل حرب يحسن مشكلة قال كده بالنص ايران تترقب ماذا سيحدث في اوكرانيا واخايف اذا ما حدثت الحرب بين روسيا واوكرانيا ارى الطائرات تضرب تهران دي كانت التوقعات والاخبار اللي نزلها والتقارير الاخبارية حبيت ان انا وضح لكم الموضوع ان العالم كله دلوقتي عينية على روسيا واوكرانيا ونسين الصين وتايوان وزا ما انا بقولكم الصين يا جماعة مستنية اللي بيحقلها يحصل او النتيجة النهائية من الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا وبعدها هتضرب ضربتها لو روسيا نجحت والله هتضرب لو روسيا فشلت وما قدرتش على العقوبات وما قدرتش على الحرب مع اوكرانيا وفشلت في المهمة بتاعتها اعتقد الصين مش هتعمل الدربة بتاعتها ضد تايوان حبيت ان انا اوضح لكم الصورة الكاملة وطبعا لا يعلم الغيب الا الله انا مش بخوفكم او بهول الموضوع انا بعرض لكم الوقائع والاخبار زي ما هي زائد التوقعات وما حدش عارف ممكن كل ده ما يحصلش ويبقى مجرد فيديو عبر في توقعات لكن على الاقل الاخبار اللي احنا قلناها هي اخبار حقيقية وحدثت بالفعل وموجودة على مواقع التواصل ونقدر ان احنا نكون متأكدين من الاخبار اللي بنقولها لانها موجودة على مواقع اخبارية كبيرة جدا شكرا واشوفكم بخير في فيديو جديد على قرارات مساء الاخبار ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولو عجبكم الفيديو اضغطوا شير ولايك